ما حصل يوم أمس ليس بالضرورة يعني كسر النصاب ليس بالضرورة هذا يعني بأنه من فريق الإطار التنسيقي هناك بحدود يعني عشرات النواب لم يحضروا لأسباب خاصة بهم لأسباب شخصية لا علاقة لها بموقف الإطار التنسيقي والغاية من كسر النصاب وهذا يعني بأنه الإطار التنسيقي لا يمتلك الثلث المعطل فعليا لكن الظروف وربما شابة الجلسة ومقدمات الجلسة تهديدات أو حالات ترغيب حالة دون تحقق النصاب بالتالي يعتقد بأنه تحالف إنقاذ وطن ملزم بضمان نصاب الثلثين وتهيئة هذا العدد قبل انعقاد الجلسة وقبل موعدها من أجل أن يمر الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموقف الحزب الديمقراطي يعتقد بأنه حتى الآن باقن على تحالفه مع الصدر ومع تحالف السيادة ومرشحه مضمون الفوز فقط يتوقف الأمر على تحقق النصاب إذن أعتقد بأنه إذا لم يحصل تحرك أو تنازل فيما يتعلق ببعض التفاهمات السياسية لا أعتقد بأنه ستنجز الخطوة الثانية من تشكيل الحكومة وهي انتخاب رئيس الجمهورية